إذا سألت روان مرآتها يوماً من هي أجمل امرأة في العالم ستجيبها حتماً أنت لا غبار على ذلك فهما صديقتان حميمتان روان تعشق عكاس صورتها دون ما أي تحفظ على شعرها الذي خسرته بسبب مرض مناعي نادر كان عمرها سبع سنوات حين بدأ شعرها بالتساقط لم تسعفه العلاجات وبعمر السبعة عشر بات مجرد ذكرى استبدلته بشعر مستعار طوال عشر سنوات ثم قررت في لحظة ثورية خلعه تماماً خلال انتفاضة تشرين عام 2019 صرت بمحال أنه نحن عم ننطفد ليش أنا ما بدأ ننطفد على حالي؟ يعني هون هي وصلتني نزلت من هون من البيت نزلت على الانتفاضة بالبيروك كانت شوي قاسية أنا زرعت العالم بس أنه لما أنا شلت البيروك حتى أنا صرت حدا تاني يعني أنا صرت أعرف أحكي أكتر مع الناس يعني صرت أجرق مثل ما بيقولوا وكلما مثلا حدا يوقفني إلي أنه أوقات مثلا في ناس من وراء دهريك بيقولي كي يا لطيف عندها كنسير مثلا قبرهم يقولون لا أنا ما عندي كنسير أنا قصتي واحد اتنين ثلاثة كثيرة كانت المواقف التي تعرضت فيها روان للتمييز والتنمر لكن الحياة صارت أسهل لأنها قررت التحدي بل إنها تطمح للذهاب بعيدا في مجال تخصصها الإعلامي كتير 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 بحب أنه أوصل لحلمي على فكرة أنه أطلق أكثر هيدا الصورة على التيفي أنه صورة المزيعية لازم تطلع طريقة كاتر إببانجل وهيك كتير بحب أنه عندي حلم أنه أطلع على التيفي أنه أطلع نشرة أخبار مزيعها وأتقفر حيا الله شيء أنه كتير بتمح لهيدا الشيء بدون بيروك؟ آي بدون بيروك أكيد أنه نكسر هيدا الصورة النماطية اللي كل العالم تعرفها روان لن تعيد الشعر المستعار إلى رأسها تحت أي ظرف كان رضاها عن نفسها سلطان على كل الظروف هي نفسها ولن تكون أحدا آخر الصور النمطية هي أكثر ما يعيق حركة المرأة في الحياة روان كسرت أشد الصور قساوة وهي الشكل الخارجي تحدت وتصالحت مع نفسها فكانت قصتها مثالا مبهرا ليال خروب اليوم بيروت